اشتركوا في القناة 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 أنا رأى مع أمر بنتي غنشوفها ومع أمر بنتي غنتتعود ليا ومع أمرت نسالي يا بنتي كما كنتسمعوا رحمه الله مطالب أولو فدي رسالة للنس دي القضاء فحاولوا ما أمكن ترحموا السيدة هذي لأن الغليل دي الإبنة ديالها بقي ما تفاش أو دي الجنين اللي كان في البطن دي الإبنة ديال الله يرحمها بقي ما تفاش يعني عشرين سنة واج دي السنة أو دي الجنين فهذي سؤال كتطرحوا أم سناء على ناس دي القضاء فهذا اللي سنقوله هو كتمنوا من ناس دي القضاء أنهم يفتحوا واحد القوس فحق هذا الجارة هذي اللي قالت الكلام فحق الشابة سناء وبدأ قلساتك تعير وكتقول شي كلام اللي قالتك الأم أنه ما كاينش وهي ما حضر الوالو شهدت به فديك اللايف ومشهدت به أمام الأمن الوطني وأمام ناس دي القضاء عذب الزيد الأخذ يالو اللي بركات عن دور الرمضان الكامل والأم دياله أم دياله اللي خاصة زعملك نقول إحنا الأمرة هي القدوة الأم اللي كنا نأخذوا مننا إحنا المثال أنا متجيش وخاندروا إحنا وقع الغلاط أنك متجيش عن الأم ديالساناء اللي كاتتغ تكون مرت ولدك أم تعزيها متوقفي معاه جنبها نهار نهار جنازة ديالساناء متحاجة يعني الأم هذه بدون ضمار بدون إحساس فهذه فتلقيت هذه الساناء أنها تباردات جميع التواصل الشيماعي فهذه محداتها أنها عبرة البزارة للناس يعني رحمة من اللقاء ديالساناء لما الجنازة كان وظاقا بلاساناء ما هي الراواج المتحدث يبدو فيذ يعني ديالساناء ديالساناء نهار جنا Brets тво turn وست으로 بلاست expanding ريالساناء قريبا ماللي ما ننبع جميع أفتح بنتي سوف ننسى وأكت che marah سوف نشوفها سوف تعود لي بنتي وفي التغذي بنتي لا تنسzew راي جي عيد ما عدي عيد بلى بنتي آن بنتي ما جميل السالية ما هي والدرباقة كتشوفه وانا بنتي نعمرنا غنشوفها حتى عدمها وكرفصها بنتي الله عشرة عيب وحشو مملك تقوله انها السيدة بغى الفلوس مقابل ابنة ديالة هات السيدة لم بغى التحاجة بغى الحق لو كانت تعطا الحق في الابنة ديالها ويتفرغ الغليل للداخل والروح دي البنتها انها ترتاح فما بغى هاتشي ما يغنيهش بمال الدنيا كام فاللي هادا مش هدي الكرام كنت منهم لازل القضاء انهم يشفعوا فتسيدة هادي واعتقوا الحكم القاسل هاد القاتل ديالشابة سناء ويكون مرحلة السناء في حتى هي راضي عليها ام سناء وسناء الله يرحمه والله يوسع لها دقة القبور ويتم تحقيق مع الاخ والجارة وخالته حيث هما حاضرين لكل شي ويعاود يفتح تحقيق من جديد ونتظروا ان شاء الله الحكم في انتدار بزاف تطورت في هذه القضية ونتلقوا معكم في بات مباشر اخر في امن الله الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة